بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أعزائي عزيزتي متابعينا والمتابعات المشاهدين والمشاهدات تلميذ التلميذات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد اللقاء بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية في هذه الحصة إن شاء الله سنتناول حصة التعبير الكتابي تكملة نص سردي الجزء الأول الصفحة 123 من الكتاب المدرسي كما جرت العادة تخطيط للموضوع بعد ذلك كتابة المسود إذن بالنسبة للتخطيط سنحاول هنا أن نجيب عن هذه الأسئلة المتعلقة بنص الموضوع ونص الموضوع هنا عبارة عن نص هذا النص هو نص سردي بمعنى يسرد لنا أحداثا إذن سوف نحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة نعم بعد ذلك نمر إلى كتابة المسودة نعم ولكتابة المسودة سوف نحترم هذه المراحل نعم ونتابع هذه الأفكار إذن أول مرحلة سوف نقرأ النص بعد ذلك نجيب عني الأسئلة قصد فهمي مضمون النص قرأوا النص مع رفاقي ورافيقاتي في المجموعة وأكتبوا تكملة للقصة أحمد يتعاطى التجارة كانت تنعقد بالمناطق المجاورة بمدينة فاس أسواق قروية على مدى الأسبوع وكانت الحافلات الذاهبة إلى هذه الأسواق تجتمع في أبواب فاس المتفرقة لم يسبق لي أن تعاطيت التجارة ولا عرفت قواعدها سوى تلك الأفكار التي درستها في الكتب اتكلت على الله فاشتريت كيسا من الخيش وذهبت إلى السوق واشتريت ملابس مختلفة مما ظننت أنه يصلح لسكان القرى المجاورة وكان علي أن أشتري خيمة تصلح كدكان في السوق إذن هنا نص الموضوع هنا يحكي لنا عن أحداث وقعت نعم يحكي لنا عن أحداث يسردها أحمد نعم وأحمد هو شخص يريد أن يمتهن التجارة إذن هنا لدينا بداية نص سردي إذن فالنص يتحدث أو يسرد لنا أحداث تتعلق بأحمد الذي أراد أن يمتهن مهنة التجارة نعم في الأسواق المجاورة لمدينة فاس إذن بنسبة لمرحلة التخطيط لاحظوا معي سوف نجيب عن هذه الأسئلة أو السؤال الأول عن ماذا يتحدث النص يتحدث النص عن تجربة أحمد في ممارسته لمهنة التجارة نعم وكيف أنه قرر ممارسة هذه المهنة عندما قرر الذهاب إلى السوق قصد بيع ملابس لسكان القرى المجاورة للسوق إذن هنا هذا ما يتحدث عنه النص نعم كيف أن أحمد أراد أن يمتهن تجارة وأن يتخذها له كحرفة داخل الأسواق الأسبوعية المجاورة لمدينة فاس السؤال الثاني ماذا لدينا من يتحدث في النص وماذا قرر المتحدث في النص هو أحمد حيث قرر أن يمتهن التجارة في الأسواق المجاورة لمدينة فاس ثالثا ماذا اشترى من السوق اشترى أحمد من السوق ملابس مختلفة قصد بيعها لسكان القرى المجاورة إذن اشترى الملابس نعم ووضعها في كيس كبير ثم ذهب إلى السوق المجاور لمدينة فاس قصد بيعها للسكان القرى رابعا ما الأفكار التي يمكنني أن أكمل بها قصة أحمد مع التجارة يمكنني أن أختار أفكارا من الجدول إذن هنا السؤال الرابع هو بمثابة بداية لتناول الأفكار خلال المسودة التي سنكتبها إذن لدينا هذا الجدول يمكن الاستعانة به نعم قصد إغناء المسودة سوف نتمم ملأه بمجموعة من الأفكار التي يمكننا أن نستأنس بها وأن نعتمد عليها في كتابة المسودة إذن هذا الجدول أنا وضعته على الشكل التالي نعم الأفكار التي يمكننا أن نكمل بها قصة أحمد مع التجارة إذن الفكرة الأولى ذهاب أحمد إلى أحد الأسواق إذن هنا هذه الفكرة الأولى التي يمكننا أن نبدأ بها كتابة المسودة ثم ماذا ما حصل له في اليوم الأول عندما ذهب إلى الصوق نعم لبيع الملابس لسكان القرى كذلك الأعمال التي قام بها عند وصوله إلى الصوق نعم ماذا فعل وما هي الأعمال التي قام بها نعم عندما وصل إلى الصوق ثم الفكرة الراضعة أرباحه من اليوم الأول في بيع الملابس وإحساسه عند عودته إلى المنزل إذن هذه كذلك فكرة يمكن أن نستأنس بها كيف كانت أرباحه هل كانت أرباحه مرتفعة أو منخفضة أو زهيدة عندما قام ببيع الملابس في اليوم الأول نعم وكيف كان إحساسه ثم الفكرة الخامسة تطور تجارته مع مرور الأيام عندما مرت الأيام نعم كيف كانت تجارته هل كانت تجارته تتطور أم أن تجارته عرفت كسادا نعم ولم تعرف ازدهارا ثم الفكرة السادسة فشله في تجارة الملابس وتغييره لنوع بضائعه نعم كذلك هذه الفكرة يمكن أن نستأنس بها نقول مثلا هل تجارته عرفت ازدهارا فشل في تجارة الملابس وهل غير نوع البضاعة من الملابس إلى بضاعة أخرى ثم الفكرة السابعة نمو الأرباح ورأس مال تجارته بعد تغيير البضاعة هل نعم ازدادت نعم أرباحه ونمى كذلك رأس مال تجارته إلى آخره ثم الفكرة الأخيرة احتراف أحمد لمهنة التجارة وتطور زبائنه من مختلف أنحاء القرى هنا كذلك في الفكرة الآخرة نذكر مثلا إن حيث أصبح أحمد نعم محترفا لمهنة التجارة نعم حيث أصبح مشهورا وأصبح كذلك لديه زبائن من مختلف أنحاء القرى المجاورة لمدينة فاز إذن هذه أفكار فقط يمكنكم الاستئناس بها لكتابة المسودة نعم الآن نمر إلى كتابة المسودة النهائية نعم كتابة المسودة أكتب فقرتين بين سبعة أسطر وعشرة أكمل بهما القصة التي بدأ أحمد روايتها إذن بعد أن حكى لنا أحمد عن بداية قصته لممارسة مهنة التجارة سوف نكمل ونتمم هذا النص السردي بالأفكار التي ذكرناها في الجذول أي نكتب مسودة ثم أتبع التخطيط الذي وضعته نعم هذه بمثابة تخطيط يتضمن هذا التخطيط أفكارا نحترمها لكتابة المسودة بإتمام قصة أحمد مع ممارسته لممارسة التجارة أتبع التخطيط الذي وضعته وأوظف ما تعلمته خلال الدروس السابقة في كتابتي إذن هذه هي المراحل أم الأساسية التي يمكن أن تعتمدها في كتابة المسودة نعم على أساس في الحصة المقبلة نقوم بعملية التنقيح للمسودة وأخيرا نعطي المنتوج النهائي أو الموضوع النهائي سوف أعرض عليكم نموذجا للمسودة لاحظوا معي سوف أقرأ هذه المسودة أنتم كذلك تكتبون مسودة نعم ليس بالضرورة أن تكون بهذا الحجم وإنما تكتبون مسودة سبعة أسطر وعشرة نعم وتحترمون هذا التخطيط إذن هذا نموذج فقط للمسودة كانت تنعقد بالمناطق المجاورة لمدينة فاس أسواق أسبوعية كثيرة تكتر فيها السلع وتلقى رواجا كبيرا مما جعل أحمد يقرر أن يمارس مهنة التجارة تجارة داخل هذه الأسواق بالرغم من افتقاره للتجربة والحنكة في هذا المجال إذن فأحمد قرر أن يمارس مهنة التجارة نعم رغم أنه يفتقر إلى التجربة والحنكة في هذا المجال ذهب إلى السوق المجاوري لمنزله إذن ذهب لأحد الدكاكين الكبيرة المختصة في بيع الملابس بالجملة وملأ كيسا كبيرا من الخيش بملابس مختلفة إذن هنا الخيش نسيج خشن من الكتان إذن فالكيس نعم هو مصنوع من الخيش أي نسيج خشن من الكتان تعاطى أي مارس وزاولة ظنا منه أنها ستلقى إقبالا كبيرا من سكان القرية وفي الصباح الباكر لليوم الموالي ركب أول حافلة متجهة للسوق الأسبوعي المجاور نصب خيمته الصغيرة وعلق ملابس رجالية ونسائية إذن فأحمد اشترى ملابس رجالية ونسائية ثم قام بتعليقها داخل الخيمة مع مرور الساعات بدأ اليأس والإحباط يتسلل إليه لأنه لم يبيع إلا ملابس قليلة وبأثمنة زهيدة لا تغطي مصاريف التنقل خاصة وأن هذه الملابس اشترها بأثمنة مرتفعة والأرباح كانت زهيدة يعني زهيدة أي قليلة وضعيفة نعم بدأ التجار يجمعون الخيام وأصبح السوق خال إلا من التجار الذين كانوا منهميكين في تجميع السلع والبضائع داخل أكياس قصد العودة إلى سبيل حالهم أو إلى أسواق أخرى لكن أحمد قرر العودة إلى المدينة من أجل التفكير في خطة أخرى قصد بيع السلعة أو إرجاعها إلى صاحبها مع مرور الأيام بدأ أحمد يتوجه إلى أسواق أخرى بعيدة عن المدينة اشترى ملابس رخيصة للأطفال حيث لقت إقبالا كبيرا من السكان وازداد رأس ماله ونمت أرباحه فاشترى سيارة خاصة بحمل أكبر عدد من أكياس السلع والبضائع وهكذا أصبح أحمد من كبار التجار في المنطقة كلها وتعدد زبناؤه في القرى المجاورة هنا كتبنا هذه المسودة واحترمنا نعم هذه الأفكار التي وضعتها لكم في هذه أو في هذا الجدول إذن في الحصة القادمة سنقوم بتنقيح هذه المسودة أي أننا سنرتب الأفكار حسب الجدول نعم ونعطي المنتوج النهائي نعم لقصة لتكملة هذا النص السردي المتعلق بقصة أحمد أشكركم على انتباهكم دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر